وذكرت لك بالأرقام هو كيف متميز ثمانية أهداف أحرزها واليوم تسعة واستقبل هدفين فقط في النص ساعة الأولى ولكن نرجي لما بعد ذلك بعد ذلك يرجع الفريق أنا أتصور أن سر هذا التفوق في النص ساعة هذه قراءتي من خلال اللي شفت اليوم هو دا سيلفا وقاقا يكونوا في أفضل حالاتهم يكونوا في أفضل مستوياتهم بعد ما يبدأ الثناء هذا لكن يخسروا بسرعة وليقتهم بسرعة ما معقول الترمو بعد نص ساعة يفقد كل قدراته حتى لو تلاحظ بدنيا نفس الشيء ما جاهزين يعني نتكلم عن جاهزين بدنيا فنحن نتكلم عن أن الفريق لم نصنع لا نستطيع أن نربطها بمباراة اليوم لأنه لم نصنع يتراجع في معظم المباريات في الشوط الثاني فالتراجع شو سأب أنا أتخيل أن التراجع بدني التراجع بدني لأنك حتى لو التعليمات المدربة بالتراجع يكون عندك القدرة على أدواء يعني هجمه مرتد يكون فيه عندك هجوم مرتد سريع نحن لم نرى هجوم مرتد سريع حتى في التغييرات على مستوى الدك يعني أنا أسأل سعيد أنا ما سجلت في التغييرات إلا أيمن النعمان اللي دخل بديل لأيمن الصولي اللي احنا تكلمنا عن إرهاقه ومن الشوط الأول توقعت أن يدخل لأيمن توقعت أيمن لأن أيمن الصولي كان مع المنتخب العسكري للصلاة ولياقة الصلاة مختلفة تماما عن لياقة الملعب الكبير فاللاعب أرهق المدرب ما عند إلا تغيير واحد ليش ما استخدم إلا ما انتبهنا التغيير آخر يعني كنت تابعة الشوط بالكامر بالتغيير